اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ضيف وحوار وفي هذه الحلقة يسعدني أن أصديف معنا مطران جبل لبنان وطرابلس للسوريان الأرثودوكس نيافة المطران جورج صليبة أهلا وسهلا فيك الله سلمي المطران حياكم الله وبياكم شكرا وشكرا لاستضافتك لنا في حرم هذه الكنيسة نيافة المطران يعني اليوم نناقشك ندخل معك في سنايا الذاكرة إلى عهد الثورة الإيرانية عشية انتصار الثورة لقاؤكم بالإمام الخميني قدس سره ماذا تحمل هذه الذاكرة من مواقف في تلك الفترة أولا رجل الله دائما ألوهيبة بتختلف عن الإنسان العادي والذي كرس حياته لخدمة الله الشعب يكون مخدوم جدا جدا من هذا العنصر القائد والمشرع كان رجلا متواضحا عليه حالة من البساطة وعيون أو عينان تحديقان إلى المستقبل وماذا سيكون مستقبل هذه الثورة معه ومع الذين يعقبونه ويأتونه بعدها قرأتم هذه النظرة الاستشرافية للمستقبل لا شخصية يعني مميزة وزرناه ورحنا زرنا البيت اللي كان ساكن فيه بيت عادي جدا ومتواضع لكنه يعطي الصفاء الروحاني لمن يقصد هذا البيت ولما نعرف أن هذا الرجل على هالإبكانية الإنسانية اللي يعطاه الله ورجاحة العقل هذا يعيش فيك بيت بسيط السيد المسيح يقول طوبى للمتواضعين فإنهم يريثون الأرض بيت متواضع كيف؟ يعني ضعنا في أجواء هذا البيت عندما دخلتم كيف استقبلكم كيف كان دخلنا كان بالصالون فكان معنا مرافقين فصلنا هذا قام مسلم علينا ورد لنا التحية ومبسطنا معه كان يحكي إيراني فارسي وكان فيه مترجمين والمترجمين كانوا كثير صالحين ومحبين ومحبوبين مشان هيك شعرنا هيك بيها أمل بعطف خاص أنه هذه الشخصية الله كرمنا أن نراها في حياتنا وتكررت الزيارات رحنا أكثر من مرة مرة رحنا مع الإجنة التنفيذية لمجلس كناسي شرق الأوسط كما استقبلنا وصلينا في مساجد واللي كان يدهشنا بالجداية هناك السجادة على كبرها الكنيسة شقفة واحدة حضارة الفارسية نعم نيافة المطران يعني أنتم مجموعة أساقفة ورجال كناسيين ماذا كان شعوركم عندما التقيتم بالإمام الخميني الذي أنتج الثورة الإسلامية في إيران كيف كانت مقاربتكم لهذه المسألة وماذا وجدتم في يعني كان انطباع قبل أن نلتقي كان تماما بعكس الذي بعد اللقاء بمعنى يعني كنا نقول هل ملالي ملوية راح يحكموا هالأمبراطوري يعني صعب عليهم ممكن واحد يعمل انقلاب ممكن واحد يصل إلى الجبل إلى القمة لكنه مهم أن يبقى في القمة لكنه مهم أن يبقى في القمة ونقول له أكسيوس يعني مستحق قلنا يستحق هذا الرجل أن يكون وخاصة كان معه بالإضافة إلى بعض الرجال الدين كان معه كمان كثير ألمانيين سياسيين كان يحكوا عربي وانبسطنا معهم ورجعنا لما جينا سألونا ماذا شفتك؟ ماذا عرفتك؟ جوابناهن انطباعنا يختلف عن قبل أن نرى الخميني وبعد ما رأينا الخميني هلأ نشعر أنه هذا البلد مسلم بأيدي أميني نعم هذا يعني هذا الانطباع بعدين مع الوقت تكرر زياراتنا ليس فقط للإمام الخميني لرؤساء الجمهورية حكماء ووزراء كلنا سيفنا كثير كثير مجموعة رسميا وشعبيا لما قامت الثورة كثير من المسيحيين تركوا إيران نعم خافوا غير الوضع وكانوا مرتاحين أيام الشاه أيام قلنا خال أصباب خطعمي في إيران غادروا خوفاً طبعاً قادروا من الآت القادم ومعارف نعم بعد أربع سنين سأل لي واحد قالوا ما رأيك قالت له شوف أول مرة جينا لإيران أجر لقدام وأجر لورا بس قلنا لين شريكتنا هي في الحضارة في التراث في الحياة المعيشية في الحياة الشخصية والمدنية وحياتنا لكن بعد مرة ثلاثة أربع سنوات على الثورة كثير من المسيحيين خاصة للأرمان قالوا لنا يا سيدنا نحن كمان كنا نخاف لي خوف من المجهول نعم ولما أهلهم وأصحابهم لي ضلوا هنا وشافوا المعاملة الحلوية كثير قدروا الإيمان كيف كانت علاقة الكنيسة في إيران وفي طبعاً في ألاف الإيرانيين من المسيحيين كيف كانت علاقة الكنيسة مع الثورة مع السلطة السياسية في إيران التي أنتجتها اليوم نحن في لبنان بمصر بالعراق في مسيحيين المسيحية تتكيف لأن ما في طمع لتأخذ السلطة من أحد يعني لا يقال مع المسيحية بيان رقم واحد وقرر رقم خمسة ما في هيك مواطن صالح يقوم بواجباته وينال حقوقه نعم وكانوا ينالون حقوقهم في إيران طبعاً كان عندهم شعور المسيحيين في إيران لما تنجحوا هذه الثورة أنه خلص ما عاد يقدر يعيشوا في إيران لأنها ستكون دولة دينية متعصبة بعد أربع خمسة سنين من الممارسة اللي ظلوا هناك كان يخبروا أهرهم أحسن شيء حياتنا هون ومبسوطين أكثر من أيام الشاه حياتنا قلتها كمان يعني في مجلس وعصاء جمهورية وذول اللي كنا نلتقي معاً فأجوا أراضيهم أملاكهم كما هي ما أحد أتعدها على أملاكهم ولا تعدها على شيء بالعقل كان يدارون وأكيد أكثر من أيام الشاه لأن هؤلاء يريدوا يتحببوا للناس حتى يقدموا صورة نظيفة عليهم فهذا الوضع كان منيح كثير لهم والكنائس وممارسة الشاه ما أحدا مددوا عليه استألنا شوفيها الأقل فيه نائبين للأرمن فيه نائبين نائب للمسيحيين للأرمن فيه نائب لهالوطنيين شوف اسمون فيه نائب لهذا كل يهود عنده نائب يعني كل طبقة الشعب ممثلة كل شرائح المجتمع بمختلف أديانها هذا الانفتاح على التنوع هذا الانفتاح رائع ياريو ما موجود بلبنان يعطي هيك مقارنة بلبنان نحن ست طواف يسمونها أقليات السريان الأرثوذوكس والسريان الكاثوليك الأشوريين والكلدان والأقباط واللاتين ست طواف عندنا كرسي في البرلمان من أساس 128 كرسي بينما بإيران أعداد أخل ونزوية أخل كل طائفة عندها أكثر من مركزها لهم هذا التمثيل طبعا هذه كمان يعني عز ومجد نعم نيافة المطران يعني بعد لقاءاتكم المتعددة مع الإمام الخميني ماذا استقيتم من دور الإمام في رسم أو بناء هذه الهيكلية للجمهورية الإسلامية في إيران لهذه الدولة الانفتاح على الدول المنطقة على كل حد كانت خلطة إلى الأمام وارتاحوا شفتي أول سنة صار شبه انقلاب وإيجوا دول اللي يعطوروا حالة موصلحين وخلصت منا الأمبراطورية أو الجمهورية الإسلامية في إيران كانت العلاقة معهم كثير كثير طيبة وارتاحوا وأنا أينما أروحي أنا كسفير فوق العادي لإيران وأينما أروحك أمدحن شو يعطوك الإيراني وشو بدي أعطاني الإيرانيين دائما تسأل هذا السؤال للعلاقة الطيبة التي تجمعه كبير شو تروا تقبلوا بإيران من يسأل من يسأل عذرا على السؤالي ناس اللي نكون معا يعني في أوروبا في أميركا مؤسسات معينة مثلا تسألون لماذا تسألون كبيرا يعني بالمناسبة أهدتني السفارة الإيرانية هون بشخص ماذا اسمه مدير الإعلام نعم أهدوني نسخة من كتاب العهد الجديد مسترياني آه حلو تاريخي أعطانيه هديهة وكتب لي عليه نعم نيافة المطران شاركتم بمرات عدة بلقاءات ومؤتمرات في إيران فيما يتعلق بحوار الأديان بتقديرك أي دور للإمام الخميني وهذا يعني ما أنتجه من هذه الثورة في تقريب فتح إيران على العالم فتح إيران على العالم كان مفروض يفسح إيران على العالم الشاه ما أعمل هذا الشيء ونحن في عنا التعليم بالكتاب والفترة تشقول يتقوا الله يتقوا الله أحب الأخوة أخدموا الوطن يعني الله للعبادة والعلاقة المحبة بين الأخوة وبعدين يكون له التنزام بهذا الشغل ولا ما رأي يكون له أي اعتبار ونحن أكيد أن نطبق أعطوا ما لله لله وما القيصر لقيصر إلى أي مدى ساهمت يعني هذا الانفتاح الإيراني على مسألة حوار الأديان على مسألة التنوع الديني والتقريب بين المذاهب بين الطوائف إلى أي مدى ساهمت أنا ما أقدر أقارن لأن أنا أيام الشاه ما رحت لها إلى إيران بس أعرف ما النتائج أنه في هذا العهد في عهد الثورة عهد الثورة وعقدنا مرة اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنينة الشرق الأوسط دعانا المطران سيبو ساركسيان ومطران أرمى في طهران نعم عزمنا نعم ناسم مجمعنا مجلس كنائس الشرق الأوسط مش الشرق الأدناء مجلس كنائس الشرق الأوسط أي إيران هي من الشرق الأوسط ورحنا هناك وكثير كثير مرصدنا من حصن الضيافة من الكرم من التكريم وكنا نشارل لنحي في وطننا والأنا كلما أروح أشكر الله أخطب في حسينيات الشيعة أخطب في المجتمعات الإيرانية الدينية والمدنية ونحمل قلوبنا وهديانا وانطباعاتنا الحسنة عن النظام في إيران نعم التواصل الشعبي مع الإمام في يعني عشية انتصار الثورة عندما كنتم تذهبون إلى إيران كيف كنتم يعني تقدرون هذا التواصل الشعبي مع الإمام هذه الثقة الكبيرة التي منحها الشعب الإيراني للإمام كانت تشتغل معنا والذي أسسوا مجلس الكنايس هني ينظمون لها اللقاءات ويعزمونها وبسقاء يعني إذا أنا أروح وأود معي أخ صديق يعني كان يحترم حسن الضيافة هذه الضيافة الكريمة ضيافة الشرق نعم وعلاقة الشعب مع الإمام الخميني مع القيادة طيب أنا بحكي علاقة المسيحيين مع الحكم مع الإمام الخميني كيف هذه العلاقة؟ كيف توصفها؟ يعني لما أخي يقيم هناك ويبعث لي خبر يقول الحياة أطيب من أيام الشاه شو يقول عليها؟ أكيد في طفرة خطوة نوعية حتى صارت العلاقة المشتركة بين الإيرانيين والمسيحيين خاصة نعم بتقديرك نيافة المطران من خلال يعني زيارتك المتعددة لإيران من خلال معرفتك الشخصية بالإمام الراحل قدس سره ما السر في هذه الشخصية في هذه القيادة لتستطيع أن تصنع هذه الإنجازات يعني منذ عهد انتصار الثورة لغاية اليوم على كل حال الإمام سجل صفحة عظيمة في تاريخ المنطقة بل في تاريخ العالم وأعطى صفة إيجابية للإسلام لأنه لسوء الحظ في تشويه في إدارة البوصلة لأن لا تدار إلى المكان المناسب يعني نحن نبحث عن دور الإمام الخميني الذين يزرعون الفساد والشك في قلوب الناس يحولون هؤلاء الناس إلى اتجاهات أخرى نحن كثير كثير مرتاحين من هذه الزيارات وتتكرر يعني بسنة بعد هالأيام الكورونا شوي خفت يعني بسنة كنروح مرة مرتين ثلاثة كنروح ونروح علماء من لبنان يعني شعراء ودباء كتاب مؤرخين هذو كلها كنروحوا معنا ونروح معنا نيافة المطران هذه الثورة تعرضت للكثير من الضغوط الأمريكية تعرضت للكثير من الحصار الاقتصادي بتقديرك لماذا هذا الهجوم الغربي على الثورة الإسلامية في إيران وقيادتها العالم الغربي بسقوط الشاه اعتبروا نفسهم خسروا أمرا عظيما لهذا في مختلف الطرق والمساعي يحاولون أن يسيئوا إلى هذه الثورة أن يبدلوا أنظار الناس عما هو الحقيقة يعني المستعمر لا يذكر الصالحات الإيجابيات يذكر دائما السلبيات فمن هنا واحد يزرع من هنا واحد يقطع ينزع الزرع أنا هيك أنا بدي أحكيك قصة يقول مرة مرة طلع خبر أنه فيه بستان عما يحترق وجهت الوسائل الإطفاء الإطفائيات وغير أجوا أجوا وشافوا هذه حمامة تحمل قشة وتكبها على النار أو مي اللي تضعه حتطط في النار وبالمكان الثاني فيه حية عملت تنفخ في النار فاستغرب قال ليش هيك الوضع؟ قال كل واحد يعمل إيه حسب ضميره حسب طبيعته حسب طبيعته هاي حمامة وديعة ولو ما تنفع هال قطرتين المي لكن من طبيعتها وهديك لأن خبيثة الحية استعملت خبثة لإطفاء النار هل تعتبر أنه كان السلوك الغربي سلوك خبيث مع الجمهورية الإسلامية؟ أبداً ما كان سلوك صادق يعني الغرب ما أقدر هذا شيء وإلى اليوم الغرب شو موقفه؟ حملات إعلامية ودعائية كبيرة جداً حاولت تشويه صورة الحضارية للثورة تشويه صورة الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم هل استطاعت هذه الحملات فعلاً أن تخفي هذه الحقيقة الحضارية؟ ما بقدر يخفى لا يخفى نور الشمس بالغربال وبعدين السلوك المسيحي كان يقول ما أقول لكم نادوا به على السطوح ما تتركوه بخبة طالما في ناس مستعدة تعلن على رؤوس الأشهاد المواقف المناسبة وهي مصادر بناء ليس هدم البناء الحكيم هو الذي سينتصل في الأخير ونحن نقدر للجمهورية الإسلامية في إيران كل الاحترام ونقدر حكامها ونصلي من أجل شعبها يعيش في بحبوحة ورغد لأن هذه الأمبراطورية حرام حرام أن يساء إليها وتفسد لا، هؤلاء يحملوا تراث بابل وأشور وفارس هذه الحضارات المنطقة من أهلنا يعني نحن ننتمي يعني ننتمي إلى الأشوريين، إلى الأراميين، إلى البابلين، إلى الأكاديين، إلى الفرس تلاقي حضاري تلاقي حضاري دائما نحن نذكر نقول فيها بيت بسرياني يقول الذين يزيدون للسيد المسيح أهل فارس أهل بلاد فارس جاءوا بهداياهم وألقوه عن مهد يسوع بينما العالم الآخر لم يعرفوا كيف يسيئوا إلى السيد المسيح بتصرفاتهم غير الصالحة بس بالأخير لابد أن ينتصروا لهم نيافتك، فلسطين دائما تشكل بالنسبة لكم في وجدانكم للطائفة السوريانية تحديدا تشكل قضية أولوية قضية محورية كيف كان رد فعلكم أو تلقيكم لفكرة أن الإمام الخميني قدس سره والثورة الإسلامية في إيران اعتبرت أن هذه القضية هي أولى أولويتها حول أول شيء السفارة الإسرائيلية إلى السفارة لفلسطين هذه أولاً ثانياً بعض جيش ومساعدين ومساعدين وكل إمكانات بعد الثورة ونحن بالنسبة لنا فلسطين هي قضية العرب الأولى يعني العرب ليس المسيحيين المسلمين والمسيحيين ونحن أنا سوري ولبناني اليوم وأحب فلسطين محبتي لسوريا وللبنان ولا أفرق بينهم وماذا يعني لكم أن تكون هذه القضية هي أولوية عند السلطة السياسية في إيران ومازالت ترفض أي مقاومة في المنطقة ضد هذا العدو الإسرائيلي ترفضه بكل ما أتيت من دعم على كل المستويات عندنا بالعربي مثل يقول الظلم مرتعه وخيم الظلم لا يستمر يعني وردة التي تعد عليها الإنسان وقطفه كبك تحت الأقدام الله والعاقلون سيؤنبون ذلك الإنسان الذي كبر وردة ويدعسها لأقدامه لذلك إيران وفلسطين والعالم العربي إنه بلاد وليما يكون مخلص لبلدهم تقدرون هذا الموقف لإيران بالمئة مئة طبعا نحن نقدر ونحترم ونلتزم قضية تحرير الشعوب من العقودية الله ما بيقبلها الله ما بيقبلها ليش؟ لأن الضلم لا بد من أن ينتهي مهما امتدت أيام الضالم هي فصيرة نعم في ذكرى رحيله الإمام الخميني قدس سره ماذا تقول؟ يعني مهما عاش الإنسان تنتهي أيامه داود النبي في الزبور يقول أنا أنا إنسان عائش في وادي الدموع وعفروا رأسي في هذا الدموع على التراب الذي أخذته منه جبلة نسمى التراب لهذا طبق المآثر كان كثير رائع والإمام الخميني كثير ممتاز ونشكر الله الأمانة انتقلت بأمان من إيد كريمة إيد نبيلة إلى إيد كريمة ونبيلة وربما بالمستقبل أكرم من الأيدي كلها اللي مرت نعم أشكرك شكرا جزيلا نيافة المطران جورج صليبة على هذه المساحة التي أتحتها لنا وهذا الحديث الشيط معك مشاهدين الكرام لكم مننا أطيب التحيات وإلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى